قال وزير والمجاهدين الطيب زيتوني إنه لا خيار أمام الجزائر سوى الذهاب نحو الانتخابات الرئاسية زيتوني وخلال زيارة قادته إلى غردايا حيث منح الضوء الأخضر لانطلاق أشغال توسعة مركز الراحة للمجاهدين بزلفانة أكد أن السندوق هو المخرج الأساس لمأزق البلاد الحالي التصريح رصده عبد الحميد أعبي أنا أقول لإخواني أخواتي الجزائريات وإخواني الجزائريين إذا كانوا نقولوا بالفم انتعنا رحم الله الشهداء عهد الشهداء أنا الجزائر محتاجة لكل الأبناء انتحوا وبناتهم كل يره مع البلاد واللي ما راش مع البلاد راحين للانتخابات وما عندناش حل وعد لأخر يكذبوا ما كانش حل وعد لأخر والانتخابات في حدتها ليست غاية فليعلم الجميع ليست غاية هي وسيلة فقط وسيلة فقط سموها انتقالية سموها مرحلة انتقالية فطرة كذا ولكن لازم نمر عليها